ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعي قناة الامام المهدي الفضائية وايضا نرحب بضيوفنا الكرام فاهلا ومرحبا بكم اعزائي الضيوف حديثنا في هذا اليوم عن القرآن وان القرآن هو نفسه الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله نفس هذا القرآن هو المحفوظ بين الدفتين من عصر النبي من عصر النزول الى يومنا هذا او الى ظهور الامام الحج سلام الله عليه فهذا القرآن هو بنفسه وبعينه لمن غير تحريف في زيادة او نقصان وان ما ورد من التحريف في القرآن ما ظاهره التحريف هو التحريف اللفظ عن معانيه الصحيحة او عن معانيه الحقيقية لا ان نفس اللفظ هو محرف بزيادة فيه او نقصان او تغيير او تبديل ومثال ذلك ما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا حيث يدعي مدعي انها نزلت في غير الامام علي بعدما تبت بالاحاديث المتواترة انها نزلت بالامام علي بخصوصه ولم تكن لغيره ابدا وايضا في قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فيدعي مدعي ان اولي الامر هم السلاطين والجبارين حيث يجب على الانسان ان يطيعهم في زمانه وهذا واضح البطلان اذ ان السنة الشريفة بيّنت ان اولي الامر هم اهل البيت عليهم السلام وعلى رأسهم الامام علي عليه السلام وقد دلت الاحاديث الكثيرة على ذلك وهذا ما يشهد له قول الله سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني انه نالك فئة من الناس تحرف الالفاظ عن معانيها الصحيحة او كما في قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا حيث انها نازل مئة في المئة بل فوق المئة في المئة انها في علي بن ابي طالب ويأتي ويقول لا انها في غير علي فهذا التحريف الوارد من هذا القبيل انهم يحرفون الالفاظ عن معانيها الصحيحة اذا وايضا انما ورده من قراءة اهل البيت عليهم السلام لبعض الآيات حيث اضافوا فيها بعض الكلمات مثل قوله تعالى وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ حيث قرأة الامام الرضا عليه السلام وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَلَى مُحَمَّدِ اللهم صلى على محمد وعليكم أي منقلب ينقلبون قال والله هكذا نزلت فهذه الأضافة التي أضافها الإمام عليه السلام مو بمعنى أنها كانت في القرآن ثم حملت عنهم أو رفعت من القرآن لا أن الإمام يقول أن معنى الآية الصحيح وهكذا مثل قوله تعالى وَاسْأَلِ الْقَرِيَةِ فالقرية نحن نعلم أنها لا تسأل فيأتي واحد ويقدر لا نسأل شجر القرية إذن نقول له هذا أيضا لا يسأل فالمراد هو أهل القرية فالإمام عندما يقول والله هكذا نزلت يعني معناها وتأويلها الصحيح هو هذا أنها نزلت في آل محمد عليه السلام وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون وأيضا ما في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب الرجس عن علي وفاطمة والحسن والحسين فإهنان الإمام بيّن معنى الآية الحقيقي لا أن هذه المعاني كانت محذوفة لا أن هذه المعاني كانت موجودة ثم حذفت فإذن أن الزيادة التي جاءت من أهل البيت عليهم السلام مو أنها زيادة كانت موجودة ثم حذفت لا لكن الإمام يريد من خلال هذه الإضافة أن يبين أن المعنى الحقيقي للآية هو هذا أن ما ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام وفي قراءتهم للقرآن وللآيات المباركة شيخنا بل إنما يريد الله أن يذهب عن علي وفاطمة والحسن هذه آية له الآية إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم أحسنت هذا يكون بيانهم يعني معنى الآية الحقيقية الحقيقي هو هذا أن الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فيأتي الإمام ويبين أن أهل البيت هم علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم حتى لا يدعي مدعي أنه غير هذا المعنى للآية فهذا الذي جاء به الإمام عليه السلام ليس قرآنا جديدا وليس أن القرآن هو الذي فيه نقص أو فيه زيادة لا أن الإمام يبين معاني الألفاظ الحقيقية فيقول أن هذه نزلت في هذه وهكذا نخرج بنتيجة أن القرآن سالم ومصون من التحريف ولم يطرع عليه التحريف أبدا ولا يمكن أن يحرف أبدا شيخنا ما هو الدليل على عدم تحريف القرآن أحسنت سأل أخوكم حجة الله يقول ما هو الدليل على عدم تحريف القرآن فمن الذي يقدر يجاوبنا على هذا السؤال شيخنا بلد فضل نقل المسلمين عدم تحريف القرآن الكريم أحسنت أجاب أخكم مصطفى يقول أن القرآن تواتر بين المسلمين وقد نقل من جيل إلى جيل على ما هو عليه فهذا التواتر يوجب الإطمئنان بصدور القرآن بنفسه الذي كان في زمن رسول الله يعني نفس هذا القرآن الذي بين أيدينا هو الذي كان في زمن رسول الله وأيضا أن السيرة دلت على أن هناك في زمن رسول الله كان أربعمائة حافظ بالقرآن فبهذا نطمئن أن القرآن كما هو في زمن رسول الله هو الآن يعني نفس القرآن الذي كان في زمن رسول الله هو نفسه الآن بدليل التواتر الذي يوجب القطع بصحة الصدور وهذا ما دل عليه حديث الإمام الصادق عليه السلام أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنا فقال أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقل إذن فالنبي صلى الله عليه وآله جعل القرآن مقياسا للحق والباطل من بعده فإذا كان القرآن غير مصون وغير معصوم من التحريف لما أمرنا النبي بالعرض على الكتاب وبهذا نصل إلى نتيجة أن القرآن الذي بين يدينا هو الذي كان في زمن رسول الله وأنه لا يمكن أن يحرف أبدا فإن شاء الله تكونوا استفاديتهم في هذا اليوم وإن شاء الله تكونوا من أنصار الإمام ومن أنصار القرآن وحفظ القرآن بإذن الله تعالى إذن أعزاء المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد أحسنتم ايامك خير الأيام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان